السوريون في المقدمة انخفاض طلبات اللجوء في النمسا خلال النصف الاول لعام 2024 يمكن كنا بنتحدث في المرات السابقة او في السابق عن طلبات كتيرة جدا سجلت النمسا 13 الف طلب لجوء في الاشهر الستة الاولى لعام 2024 وممكن هما بيقولوا بيحاولوا ان هما يعملوا عملية تضييق على المهربين غلق كل الطرق المؤدية الى التهريب اذا كان زمان كانوا بيقولوا الماغر احدى هذه الطرق في تفاعل مع الماغر في تفاعل مع سلوفينيا شايف ده ممكن يعمل عملية انتظام او استقرار في الشارع السياسي في النمسا الخبر الاخر اللي بيقول كمان انه فعليا في طلبات لمش شمل اللي هي فعليا يعني النمسا قامت بالتحقق من الف ومية الف ومية طبعا الف ومية عملية طلب اللي هي عملت اعادلة المراجعة لها من طلبات لمش شمل نعم يعني فينا نقول استاذنا مضوح انه بكل بساطة يعني النمسا قدرت فعليا تعالج مشكلة اللشوء والارقام المهولة الكبيرة اللي كانت تلجأ لإلى كل سنة يعني عم يقول لك انه انه تلتاشر الف طلب لجوء تقريبا هذا العام في الاشهر الستة ولا يعني هذا رقم صراحة جدا منطقي جزء كبير منه من عمليات لمش شمل يعني بالتالي هو فعليا عدد اللاجئين الذين دخلوا الى النمسا بطريقة غير مشروعة فعليا اقل من ذلك بكثير لانه بيسجلوا تقريبا 4000 نعم اعتقد يعني المهم المهم فبالتالي فبالتالي النمسا ما ترنوا اليه وما تبحث عنه ما تحاول به فعليا حصلت عليه وقدرت انه فعليا تخفض اعداد اللاجئين فيها بشتة الطرق احد هذه الطرق هي فعليا مثل ما قال وزير الداخلية من يومين نحن سنصل قريبا الى الحالة الصفرية قبل ايام كان اكثر من عشرة عفوا السنة اللي فاتت من نصف الاول كان اكثر من عشرة الاف او عفوا عشرين الف تقريبا او تساتاشر الف او تساتاشر الف وثلاثمية دخلوا النمسا عبر الحدود المجرية في الستة اشفر الاولى اليوم ثلاثمائة شخص ففعليا النمسا اغلقت حدودها مع المجر بشكل شبه كامل المهارب والبشر اصبحوا يغيرون اتجاهاتهم يتجاوزون النمسا يذهبون الى دول اخرى يعني فعليا النمسا استطاعت ان تحقق شيء شيء كبير من الشيء الذي ترنوا اليه موضوع لم الشمل طبعا كل اللي عم يسألنا هلا موضوع لم الشمل لم الشمل هو فعليا مستمر وما تعطل وما توقف ولكن فعليا هي بس النمسا عم تتحقق بعض الملفات بالضبط التأكد من هوية الاشخاص التأكد من خلال تحليل الدي ان اي يعني من خلال بعض هالامور هذا فبالتالي عمليات لم الشمل مستمرة ولكن موضوع اللجوء متراجع بشكل كتير كبير لعدون نمسا عم تشدد سياستها بهذا الاتجاه موسيقى